في الخبر الوارد قبل قليل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تحقق في تقرير عن حادث قرب باب المندب على بعد 30 ميلا جنوب غربي المخى وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن جماعة أنصار الله الحوثيين هاجمت سفينة في البحر الأحمر وفي السياق نفسه نقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي أن مقذوفا يعتقد أنه مسيارة أطلق من مناطق الحوثيين باليمن وأصاب سفينة ترفع علم ليبيريا ما أدى إلى نشوب حريق في السفينة المملكة لشركة ألمانية دون وقوع إصابات بدورها أفادت شركة أمريكي البريطانية للأمن البحري بتضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمالي مناء المخى اليمنية ويأتي ذلك بعد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على سفينة حاويات تجارية قرب باب المندب كانت متجهة إلى إسرائيل وأجبرتها على تغيير مسارها وفق مصدر ملاحي يمني للجزيرة وكان موقع واكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين بتوقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بسبب هجمات الحوثيين ونقل الموقع عن المسؤولين الأمريكيين أن إدارة بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وذد إسرائيل من جهته قالت جيك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن على إيران اتخاذ خطوات لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون وأضاف أن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ووقف التهديد الحوثي حول هذا الموضوع نستضيف في السوديو دكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات دكتور لقاء مكي أهلا بك وتيرة استهداف الحوثيين للسفن المتجهة إلى إسرائيل تتصاعد وتتزايد يكاد لا يخلو يوم عن استهداف هذه السفن كيف يمكن تقدير آثار هذه العمليات على إسرائيل هو الاستهداف تحول تجاوز مسئلة كل يوم أصبح الآن ننتظر كل ساعة ربما هذا المضيق تمر فيه مئات السفن يعني جزء مهم من التجارة العالمية يمر من باب المندب باتجاه قناة السويس ثم أوروبا هذا الموضوع يجعل التجارة العالمية كلها مهددة هذا التأثير الأول نتحدث الآن عن السفن المتجهة إلى إسرائيل فقط ولكن المضيق بحد ذات أصبح منطقة خطر كبرى بالنسبة لشركات التأمين وهو في الحقيقة منطقة حرب الآن لأسيما بعدما أصيبت السفينة الليبيرية وقبلها الألمانية هذا يعني أن الصواريخ لم تعد تسقط بدفاع السفن الحربية في المنطقة أو المسيرات أصبحت تصيب أهدافها وهذا ما قلناه يعني حتى لو لم تصيب أهدافها فهي معرضة للإصابة الآن من بين الأهداف الأولى ربما دكتور لقاء مكي ما نقله موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين يقولون هناك توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إلات الإسرائيلي بسبب هجمات الحوثيين إذن هناك أثار ملموسة هذا أثار مباشر وسريع إذن لاحظ الآن أنه فورا السفن المتجهة إلى إسرائيل بدأت تخشى من ذلك هي لا تستطيع الذهاب إلى عبر رئيس الرجاء الصالح لأنه ليس فقط طويل الطريق لكنهم يذهبون إلى حيفا في هذه الحالة ويحتاجون ربما ثمان أسابيع حتى يوصلون يعني أقصد إضافة على الوقت وهذا أمر يعني مربق جدا ومكلف جدا على هذا الأساس أظن أن هناك خسائر مالية وخسائر لوجستية وخسائر معنوية بالنسبة لإسرائيل الأمر يتعلق أيضا بالرؤية الإسرائيلية التي نفسها لذاتها وقدرتها على توفير الأمن أصبحت إسرائيل محاصرة من الجنوب من باب المندب وليس هناك قدرة على فك هذا الحصار حتى من قبل القوات الأمريكية في المنطقة حتى التحالف المقرر إنشاء من قبل واشنطن في الواقع التساؤل وما الذي يمكن أن يفعله؟ ما الذي يمكن أن يفعله هو اليوم هناك إقحام لإيران في هذه المسألة عندما يخطب جيك سوليفان قائلا عليها أن توقف الهجمات أو اتخاذ خطوات لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون ماذا وراء ذلك؟ هو بالحقيقة الولايات المتحدة كل الهجمات التي شن ضد قواتها في العراق وسوريا من قبل الميليشيات العراقية أو في ما يقوم به الحوثي أو حتى في جنوب لبنان من قبل حزب الله كلها ترميها على عاتق إيران باعتبار إيران محركة لكل هذه الميليشيات بالتصور الأمريكي على هذا الأساس يحاولون أن يتكلموا مع الرئس حتى لا يكون هناك تشضي بالتأثير لكن إيران أعلنت أيضا من جانبها أنها ليست مسؤولة عن ما يجري في المنطقة هذه قرارات تتخذ محليا من قبل هذه القوة لا سيما الحوثي الذي لا يستجيب حتى للنصائح ليس في التوجيهات وأظن أن الحوثي بشكل خاص أعتقد أنه يتحرك بمنظور مختلف يعني هو يستطيع فينفذ شكرا لك دكتور لقاء مكيا الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات على هذه المشاركة اشتركوا في القناة